طلاب العزاء طلاب اليوتيوب well hello there يا بش حياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله يا رب تكونون بكل الخير والعافية والبركة وياكم اخوكم الوستاذ وسامة جيسون مدرس اللغة الانجليزية ان شاء الله ادنا اليوم الدرس الثالث من اليونت الثالث هذا الدرس هناخذ به الحالة الشرطية الثانية والثالثة الدرس اللي فات اخذنا الحالة الشرطية الزيرو والحالة الاولى وهذا البارك اللي قدامك راح ياخذك الى الامتحان ما درس الفات فلازم تكون متبع الدرس من البداية علموا تفهم طريقتي وتفهم كل شي ويايا اذا ابويا هسه راح ان شاء الله نبلش بالموضوع مالتنا طبعا ملزمة تكون قدامك واذا الملزمة ما عندك عادي جدا تقدر تتبع الفيديو وتفهم كل شي بدون ملزمة او اذا تحب تحصل على تجربة متكاملة تقدر تطلب الملزمة الرقم حيكون موجود في وصف الفيديو لذلك نبدأ على بركة الله بالصلاة على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وانعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نجي الى الحالة الشرطية الثانية اولا اني اريد افهم انه اصلا لوش عندي حالة زيرو وحالة اولى وليش عندي ثانية وثالثة لوش موجودات الدرس السابق قلتلكم وين الحالة الزيرو تستخدم للتحدث عن الحقائق بينما الحالة الاولى تستخدم للتحدث عن الاحتمالية يعني شي حيصير او شي لربما ما راح يصير واستخدمنا وية جواب الشرط يعني الجملة اللي ما بها اف قلنا يجيك الول والول لازم يكون ورا فعل مجرد وين في الصير وونت تمام تمام هسا راح نجي الى الحالة الشرطية الثانية يعني هسا انا اذا اريد ارجع الى صبورة مالتي واجه على الاف الشرطية قلنا انا الاف الشرطية هذه الاف راح اطلع من عدها قلنا عائلتين عائلة تذكروا اللولا طلعنا منا عائلتين عائلة اللي هي البرزنت البرزنت اللي هو شنو المضارع هذا المضارع وطلعنا ايضا الباست الباست اللي هو شنو الماضي زين انا عندي عائلتين عائلة المضارع يعني بيت ابو المضارع وعائلة بيت ابو الماضي بوقت هاش قلنا هذا المضارع اطلع منه الزيرو اللي هي الحالة الصفرية او اطلع منه الحالة الاولى اللي هي الفرست اما اليوم درس اليوم راح اجياني الى الماضي هذا الماضي هطلع منه عائلتين او اطلع منه نفرين معائلتين نفرين انا عندي بيتين كل بيت عنده خلفة اثنين المضارع بيت زيرو وبي الاولى اما الماضي بيت الحالة السكنت اللي هي الحالة الثانية وبي ايضا الحالة الثالثة اذا تذكرون قلت لكم الحالة الاولى تجيني اني بالنسبة تقريبا 99% بينما الحالة الزيرو تجيني بالنسبة 1% طبعا هذا من اقول لك 99% يعني من دا احتياني على المضارع والزيرو تجي بالنسبة 1% يعني شبه معدومة اما من نجي الى الماضي اللي هو بي سكند وبي ثرد السكند راح تجيك بالنسبة تقريبا 75% 75% انا تجيني وزاريا بينما الثرد راح تجيني بنسبة 25% طبعا اكيد هذه الارقام مو دقيقة وانما من باب يعني الوزاريات اللي اني مطلع عليهم اذا انت هتخلي ببالك هذه المسألة اذا انت عندك حاليا اكثر الشغلات اللي تجيك بالوزاري هي الحالة الاولى الفرست والحالة الثانية اللي هي السكند اما هذه هي تجيك ترتيب الثالث والزيرو اصلا يعني شبه مجاية هسه هاي تانت مراجعة تقريبا مراجعة وتعريف باللي حناخذ اليوم اللي هو الباست هسه آني راح اجي الى السكند الحالة الثانية هاد الحالة الثانية السكند حاجمنا حتى انطيك القاعدة مالتها القاعدة مالتها كالاتي انت ممكن تجيك الاف في بداية الجملة ورا الاف عندك جملة وعندك منها فارزة وعندك ايضا جملة اخرى احنا متفقين انه الجملة اللي تجيك بعد الاف يسموها جملة الشرط شي سموها جملة الشرط اما اللي بعد الفارزة هاد يسموها جواب الشرط زين احنا الدرس اللي فاتش اخذنا اخذنا منها انه الجملة الشرطية ويا موضوع الزيرو والفرست دائما تكون عندك بالمضارع بينما احنا حاليا اش ادنا ادنا الباست يعني انت اول شي ستتعلم انه الجملة الشرطية جملة الاف هتكون عندك شنو هتكون عندك منها باست شنو باست يعني ماضي بس خلي بالك ماضي بسيط الماضي البسيط معناها الفعل يأما يكون بيدي يعني منتهي بيدي او يكون عندك شاذ بينما جواب الشرط وبوقتها جواب الشرط بالحالة الاولى شان عندك شان عندك الويل هذا الويل هتحوله الى الماضي فحيصير عندك الود زائد فعل مجرد يعني الموضوع جدا بسيط فاني منها راح اجيب الود طبعا اكيد لازم وراها فعل مجرد هو هاي الحالة الثانية هي هاي اذا انا من نرجع منها الى الملزمة خلي اقراها الحالة الثانية ويا من تستخدم باوع تستخدم للتحدث عن الاحداث غير الحقيقية او الخيال يعني مثلا اقول لك لوان سبايدر مان شرحت للمدرسة بالشبكة يعني اذا انا ادعى احتيه هو خيال فهادي اللو لواني فلان مع طول خيال معناها راح استخدم وياها زمن الماضي حتى المقابيل من دا يسمع هيعرف انا اذا اتحدث عن شي خيال ليس حقيقي او احداث غير محتملة الحدوث يعني شي اه جدا احتمالية حدوثها ضعيفة يعني مثلا مثلا انت بتموز وتقول احتمال تمطر طبعا الاحتمالية ما تمطر بتموز هي 0.1% يعني شبه معدومة صحوة ماكو شي مستحيل على رب العالمين بس ماكو ماصيرا قبل لذلك الاحتمالية جدا ضعيفة او الافتراض الافتراض باوة الافتراض هو والخيال سوى ليش اقول لك لو انا بمكانك كان مثلا قعدت من وكت بس انا شخصيا اسامة ما راح اكون بمكانك انا عندي كيان الخاص وانت عندك كيانك الخاص اذا انا ما راح اكون انت بس دا افترض من باب الحديث يعني اذا الحالة الثانية تستخدم هي شغلات غير حقيقية افتراض احتمالية ضعيفة جدا هيها الحالة الثانية يعني اللي ما لها علاقة بالواقع وبعيدة عن الواقع وهذه الحالة تستخدم الزمن الماضي الود والكد والمايت طبعا هذني اللي ممكن لربما يجنب مكان الود بس الود هي الاساسية واللي تكون موجودة في جملة جواب الشرط هذا القاعدة هذا الاف وراها ماضي بسيط فارزة تجيك يا اما الود او هذا الدي اللي هو اختصارها او ممكن الكد واللي يكون وراها فعل مجرد قدامك مننا اف فاعل طبعا ها بالتفصيل حاليا قاعدة مفصلة عندك الاف ومن ثم الفاعل يا اما ايدي يا اما شاذ ومن ثم فعل يكون عندك ماضي فارزة هاي جملة الشرط اما جواب الشرط عندك فاعل والود او الكود او الدي طبعا هو احنا تجينا هي الود بنسبة تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمية وفعل مجرد حسا ارجعاني منها انطيك امثلة انطيك امثلة على مود تفهم هذا الموضوع بشكل مبسط اكثر فخليك ويايا بينما اكتب لك هذا المثال شوف لي هذا المثال لو كان لدي الكثير من المال اي باي اي نو كار فان اشتريت سيارة جديدة طبعا هذا الموضوع من راح يجيك بالامتحان هينطيك جزء محلول وجزء غير محلول دائما تيجيك بهذا الشكل فانت اول ما لقيت عندك ماضي هتعرف فورا انه انت عندك يا اما الحالة الثانية او يا اما الحالة الثالثة الحالة الثالثة هتخليها فد شوية وايضا جدا بسيطة انت بس فهمهم اسهل منها ماكو واذا تحس انه الفهم ممكن تنسى بعديا احفظ لي ياهن حفظ اتمشى بالغرفة وقول ويا الحالة الثانية الجملة الشرطية ماضي بسيط وجملة جواب الشرط يسموها ماضي شرطي ماضي شرطي ماضي شرطي هذه ياهو هاي جواب الشرط يعني عندك عما الود طبعا الود بنسبة 99.9% او ممكن تجيك الكود او ممكن تجيك الميت ويكون وراها فعل مجرد اذا تحفظ لي ياهم هتجي منا if i had lots of money اي مننا بين اقواس buy a new car انت مننا لقيت عندك اول شي تسوي باوقت لقيت ال if هاي رقم واحد انا اندي الجملة الشرطية وراها اندي فئل محلول هذا الفئل جانب الماضي البسيط ما طول اندي ماضي بسيط في الجملة الشرطية يعني اندي الحالة الثانية لان الحالة الثانية هي الحالة اللي يكون بيها الماضي البسيط اما جوابها هو ايضا ماضي شرطي بسيط استاذ شنو ماضي شرطي بسيط الماضي الشرطي البسيط هو هذا ويا فعل مجرد ما بي اي تام ولا بي اي تصريف ثالث للفعل يسا انا راح اجي اجاوب طبعا اكيد بكل بساطة مثل ما علمتكم حتى تجاوبون انت مجرد تحل الفعل مو تكتب الجملة من جديد ما يحتاج فانت راح تجي الى هالفارزة اللي وراها هي جملة جواب الشرط اذا ما طول اندي جملة جواب الشرط يعني اندي ماضي شرطي بسيط فراح اجيب الود زاد فعل مجرد الباي تبقى كما هي ود باي ها اشتيدك هاي درشتين بتجيب استاذ معقولة بس هيج نعم هي جدا بسيطة ابسط منها ماكو خل نطيك مثال ثاني يلا خليكو ايايه صار عندي هذا المثال اذا هي تدرس بجد اكبر فراح تنجح بالامتحانات مالتها طبعا هذه الجملة استنتج انه هذا الشخص اللي دا يمتحن هو شخص كالسولي لان يعني احتمالية انه ينجح ويدرس بجد هي هل قدوتها جدا ضعيفة ليش استاذ شن اللي يخلاك تستنتج هذا الاستنتاج لان الحالة الثانية تستخدم مع الاحتمالية ضعيفة هل قدوتها او الخيال طبعا الجملة ما لها علاقة بالخيال ولا لها علاقة بالافتراض لان المثال الثالث الحنيجي هنطيكم جملة مالافتراض فحاليا احتمالية ضعيفة زين انت راح تجي ابويا تباوى على الجملة اول شي انت حددت الاف هذا الاف موجود منا الاف موجود في بداية الجملة والاستاذ علمني انه جملة الاف يسموها الجملة الشرطية عندي منا الجملة غير محلولة اوكي ما عندي مشكلة اجي الى الجملة الثانية اللي هي جواب الشرط زين هذه الجملة هلاحظ بيها منا يا الود اوكي وايضا عندي فعل مجرد ركز ويايا باوع الود هي رقم واحد والباس الفعل هو رقم اثنين واحد اثنين الحالة الثانية عندك اثنين اذا الحالة الثانية تقول يكون عندك بيها ماضي شرطي بسيط واستاذ يعني شنه بسيط باوع اي شي بسيط ما يكون بي لا اي ان جي ولا يكون بي تصريف ثالث اذا انت ما طول ما عندك تصريف ثالث يعني عندك شي بسيط اما هذا البسيط مضارع لو ماضي انت راح تعرفه من الجملة اللي عندك والكلمات والله عندي منا الود الود ماضي اذا ومنها عندك هذه الباس والجملة جواب الشرط يعني ماضي شرطي بسيط اذا عندك الحالة الثانية هتيجي ترجع منا على الجملة الشرطية والله الاستاذ قال لي قال جملة الف الجملة الشرطية من يكون بيها ماضي شرطي بسيط فمعناها زمنها هو الماضي البسيط فتجي الى الاستاذي هذا الاستاذي شاذ لو قياسي واستاذ الاستاذي اخذناها بليونت الاول تاخذ اندي اي دي احسنت اذا انت مرح تجي تجاوب هتحول الاستاذي وتخليلها اي دي وتحصل درجتين افجيها بك فرح تكتب عندك استدد مع تغيير الواي الى اي واضافة الاي دي ترى تحاسب عليهم دير بالك ترى تؤثم دير بالك تؤثم اذا صار عندك اذا صار عندك اذا كان يدرسا بجد كان نجحت بالامتحان معنى هالبنية هاي ما شاء الله مصخمة الشرايع على قولتنا لا يصل امور لوس خلي امطيك مثال لاخ خليك ويايا شوف لي هادي الجملة اذا اي بي يو لو فتشيب مكانك اي باي this red car لكنت وقد اشتريت هذه السيارة الحمراء واستاذ شو منا اندي آني هالمرة قوسيا انت مو قلت لي يجيك بس واحد اي نعم يجيك بس واحد بس في حال جاب لك اثنيا فحيقول لك correct with the second هيحدد لك الادات المطلوبة او النوع المطلوب اللي هو قال لي منها second اوكي خلط الله علي هذا الماطول قال للsecond اني بعد او هو ابو الوزاري خلص بعد يعني بره ذمته قال لك يا بس تخدم للsecond انت راح تجي من ناعي هتباوع عندك الif اوكي ماكو مشكلات جملة شرطية منا عند البي البي هتجي انت تجاوب انت تعرف عندك الحالة الثانية يعني لازم اجاوب آني بزمن الماضي الجملة الشرطية تكون بيا زمن بزمن الماضي احسنت هتجي تجاوب هتباوع انت على الفاعل باعتبار شنو؟ باعتبار قلنا بوقتها تتذكر قلنا اي بي باوع اي بي كل بي يجيك في الجملة الشرطية فهذا البي يشير الى افعال مساعدة افعال كينونة اذا مضارع هيكون عندك الاز والام والار واذا ماضي نفس حالتنا هيكون عندي يأمال وز او يأمال ور دائما خليها ببالك كل ما تلقى عندك بي هذا البي موجود بجملة الاف الجملة الشرطية معناها البي يشير الى افعال الكينونة اذا مضارع ام از ار واذا ماضي الواز والوار حلو اذا انا منا عند الاي الاي تاخذ عند الواز عاشت ايدك صح بس شنو رأيك اذا اقول لك عندي ملاحظة صغيرة ونهناية من تلقى عندك اي ويال بي في زمن الماضي جملة الشرطية الثانية فمعناها منا عند افتراض من انا اذا افترض نفسي بمكانك يفضل باوع يفضل ش تجيب تجيب الوار ش راح تجيب تجيب الوار واستاذ ليش لان بالافتراض باللغة الانجليزية من نقول if i were you هيكون افضل مما اقول if i was you زين استاذ هل هي ترى الواز اذا انا اكتبها بالامتحان الوزاري ااخذ عليها غلط لا ابويا اطمن تاخذ عليها صاح بس الافضل كلغة انجليزية تقول الوار فقط ثم فقط ثم فقط جواها عشرين خط ويا الاي يعني من تلقى عندك من ناي لقيت عندك الهي لا والله ويا الهي راح تجيب الوز بس ويا الاي لا ويا الاي بهذه الحالة بالافتراض يأما اجيب الوز هذه اني انطيها نص صح رغم بالوزاري تأخذ عليها صح كامل بس الاصح كالوغة انجليزية هتجيب عندك الوار فقط ويا من مع الافتراض في اللغة الانجليزية تمام ايو استاذ واضح تمام اذا انا منها راح اخلي الوار واعتمد الوار ازين هاي خليناها نجي الى نخلي فارزة الجزء الثاني من الجملة عندك الباي ما بيها اي نوت فصر عندي ماضي شرطي بسيط يعني راح اجيب الود زائد الباي تنزل عندي كما هي وعاشة وعيشة سعيدة اسهل منها ماكو وود باي والوار خلص هذا هو استاذ معقولة هو هذا الموضوع نعم هو هذا الموضوع ما بي اي ملاحظات عندك بس فد مثال خلي اكتب الكيا جاي بالوزاري وانطيك الجواب مالته انه مثالين خلي اكتب الكياهم وحللكياهم فخليكوا اياي شوف لي هذا المثال شي يقول if I won a million pounds يعني يقول لك انا لو ربحان مليون جنيه شن راح اسوي الجواب انا راح اقول لك مثلا انا عن نفسي اقول I would buy a big house لكنت وقد اشتريت منزلا كبيرا فهتكتب I would buy a big house لكنت وقد اشتريت منزلا كبيرا بس هذه جملا بينه من وحي الخيال شخص دي تخيل لان ماكو شي يجي بالسهل يعني ماكو شي واحد والله ها والله اصبح ربحان مليار ماكوش منطق زين الثاني يقول if I were a king يعني لو كنت ملكا ش راح اسوي هقول مثلا I would help poor people يعني هساعد الناس الفقراء I would help poor people اذا انا منها سويت منها وجبت الود والباي باعتبار عندي ماضي شرطي بسيط ماضي شرطي مو شرطي شرطي بسيط ومنها نفس الشي جبت الود وجبت ال help بكل بساطة هاي خلوها ببالكم هسا خلي نشوف اذا عندي بعد اي ملاحظات مهمة منها كاتب لك لاحظ طبعا لانت الملزمة الشرح كل موجود بادق التفاصيل يعني ما يحتاج اي ملاحظات زين هسا خلي نجي الى الحالة الشرطية الثالثة الحالة الشرطية الثالثة خلي اكتبها مننا الحالة الشرطية الثالثة اللي هي الثالثة هاذي الثالثة قبل شوية ويا السكن شخذنا اخذنا ماضي بسيط احنا شقلنا باوع لو ترجع منا لاننا احنا ادنى منا بيت ابو الماضي انت عندك بيتين بيت ابو المضارع طلعنا مننا الزيرو والفرست وبيت ابو الماضي طلعنا مننا السكن وطلعنا مننا الثرد حلو السكن كانت بالماضي البسيط الثرد حصير عندك بالماضي التام وستاذيب يعني شلون باوع حاجة انا مننا حاجيب الاف هذا الاف زين وراها جملة الشرط وفارزة وعندي مننا جواب الشرط اكتب مننا جملة الشرط او الجملة الشرطية ومننا عندك جواب الشرط زين قبل شوية الجملة الشرطية جملة الاف اش كانت عندك كانت بزمن الماضي البسيط هس حصير ماضي تام تكتب مننا ماضي تام يعني شنو استاذ يعني بكل بساطة راح تجيب عندك الحاد فالمساعد زائد ورا تصريف ثالث اما جواب الشرط اش هيكون عندك هيكون من ماضي شرطي بسيط الى ماضي شرطي تام يعني شلون استاذ يعني الات هتجيب عندك الود زائد يكون عندك هاف طبعا هذا الهاف هو فعل مساعد وورا يكون عندك تصريف ثالث للفعل هاي شنو استاذ هاي تصير عندك مثل ما دا اقول لك اذا انت الحالة الشرطية الثالثة هذه الحالة الشرطية الثالثة صارت عندك بكل بساطة بدل ما يكون عندك ماضي بسيط ويه جملة الشرطية صار عندك ماضي تام وبدل ما يكون عندك ماضي شرطي بسيط ويه جواب الشرط صار عندك ماضي شرطي تام اذا اذا استاذ ويه ويه الخ ويه تقدر تفر الزمن وترجع للماضي على مدد غيره اعطيك مثال حي اعني دراسة ادبي هقول لك لو انا دارس علمي كان انا مثلا صيد لاني فراح اقول لك باوع خليك بهذا المثال خوش مثال همطي كيام محلول على متفهمة ركز بي زين هقول لك الات شوف if i had studied العلمي اللي هو scientific branch if i had studied scientific branch اتلاحظ اول شي انه من عندك الhad وعندك studied خليها يشرها زين اتلاحظ عندك من الhad والstud ماضي تام وراها راح اقول لك i would have become لكنت قد اصبحت i would واجيب الhad فعل مساعد وورا اخلي الbecome اللي هو اصلا تصريف ثالث اه pharmacist صيد لاني اه فار ما سيست اذا من تلاحظ اش عندك عندك الود وعندك الها وعندك الbecome تصريف ثالث فمن هذه الجملة اذا نجي عليها هذه الجملة هي حقيقية حدثت في الماضي يعني انا اقول لا انا دارس علمي لربما كان صرت مثلا صيد لاني اذا هذه الفقرة اما لا دارس علمي هي حقيقية بس مستحيلة انا لا درست العلم ولا صرت صيد لاني بس انا اذا اتحدث عن واقع حقيقية لربما فكرة كانت بالي واضح ايو استاذ واضح هس نرجع على هذا المثال اللي عندي من ناية الجملة الاولى الجملة الشرطية عندك بيها الهاد وعندك بيها التولد واستاذ انا شو نعرف هذا الهاد هو فعل مساعد وليس ماضي بسيط خوص سؤال بس جوابه جدا سهل لان هذا الهاد زائد من يكون وراء تصريف ثالث او عندك وراء فعل معناه هذا فعل مساعد بس هذا له فعل اساسي بالماضي لازم يكون بعده اسم اذا انا مثلا اقول لك كان لدي سيارة اذا انا هذه الهاد صارت فعل ماضي ما للهاد بس هنا من عندك الهاد ووراها عندك فعل معناها هذا فعل مساعد ما للماضي التام زين خلي احذف هذا منا حتى لحد يخربط بيها نوخر ها اوكي زين اذا الجزء الاول محلول اول ما لقيت عندك معضي تام هتعرف انت عندك الحالة الشرطية الثالثة فمن تجي الى الجزء الغير محلول تباو على الاقواس هل ياتور به النوت ما به النوت الجملة مثبتة فمن التجاوب هتقول I طبعا ال I ما احتاجه اجيب بس الجواب قبل اللي هو would وتجيب have والفعل help اخلي لأيدي help لكنت قد ساعدتك اذا من المثال صار عندك يقول لو قا اللي عن مشكلة مالتك كان قدر تساعدك بس لا هو اللي يقلي ولا اللي قدر تساعده لذلك انصيح لها مستحيل مستحيل لانشي خلاص بعد صار الفاس وقع بالراس يلا نطيكم مثال ثاني حتى سيطرون اكثر على هذا الموضوع اللي هو يعتبر اصلا جدا بسيط الحالات الشرطية جدا سهلة يلا يلا ابويا if nor not get alone he wouldn't have been able to buy a car انت من اول شي لقيت عندك ال if فعرفت عندك الحالات عندك الود وعندك الهاف وعندك من تصريف ثالث باوع قبل شوي اشكت لك من حسبتك واحد اثنين ويجواب الشرط خلنحسب هذي رقم واحد هذي رقم اثنين وهذي رقم ثلاثة الحالة الشرطية الثالثة زين حاجة انا اجاوب اذا ما طول عندي من كماضي تام شرطي اذا منا عندي معرضي تام بس ركز بي هنوت لازم تركز على الفعل موتنسة ركز لع الفعل يا مثبت انا في دير بالك فمنا حاجة انا اجاوب حاجة بالهاد كفعل مساعد واكيد لازم ان في تصير عندي هدنت وال قت تصير عندك قات استاذ القت مصر قات هاي بالامريكي بس منهجكم برطاني فلازم تكون عندك قات فاحفظ لي هزيان ابوية متخربط متقول قات لا 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 هاي بالامريكي منهجنا برطاني خلي امطيكم مثال اخير حتى اعتقد ننهي بعد هذا الدرس لان بصراحة الموضوع يعتبر جدا سهل وانا متأكد ومتيقن انه انتو صدرت علي لانتو ما بي اي ملاحظات لو اندي المثال يقول اي ود هاف ستدد مدسن اني كان دراست الطب اف ماي بارينت لو والداي هاف لديهم اناف ماني تي باي فور دي كورس لو شان عندهم فلوس بما يكفي حتى يغطون وجور تكاليف الدراسة مالتي زين منا لاحظ انه الاف موجودة في وسط الجملة وقبلها محلول عندك الود عندك الهاف وعندك فعل تصريف ثالث اذا منا انت ماطول عندك تصريف ثالث اذا عندك ماضي تام شرطي واحد اثنين ثلاثة حلو اذا هاجي الى الجزء الثاني من الجملة اللي هو الجملة الشرطية اللي لازم يصير ماضي تام طبعا ايش قل لك هو بالصيغة ما للسؤال قل لك صحح صحح لصيغة الفعل اذا انا المطلوب مني اصحح بس هذا انا ما طول عندي الحالة الثالثة يعني لازم تصير ماضي تام فالماضي التام اول شي اجيب الفعل المساعد اللي هو الهاد هذا الهاد زاء التصريف ثالث هذا الهاد تصريف هالثالث هو اصلا همينا هاد فصار عندك الهاد هاد ايشنو هاي نعم صار عندك الهاد هاد هاي هو هذا الموضوع انا اخذت منان راجع اخذنا اف الشرطية الحمد لله خلصناها بدرسي اللي جدا بسيطة الاف بدل ما اقسم الكياه الى 1 2 3 4 وادوخك قسمت الكياه الى 1 2 عائلتين عائلة المضارع بها افراد 2 0 و 1 لان كل ما تلقى عندك مضارع قبل ستستبعد الثانية و الثالثة وكل ما تلقى عندك ماضي هتستبعد الحالة الزيرة والحالة الاولى اذا انا هنا اختصرت لك حالتين يعني اختصرت لك الطريق واذا لقيت عندك منها الماضي يا اما السكند ويا اما الثرد واخذنا هاي التفاصيل كلها هو هذا الموضوع مالتي وهذه الملزمة بيها التمارين وبها التوصيلات وبها كل شي والوزاريات وكل شي موجود اذا طلاب الاعزاء ان شاء الله الدرس القادم اكيد راح امتحنكم داخل قناتي التليجرام اذا حس ان شاء الله وصلنا الى نهاية هذا الدرس اللي هو الدرس الثالث من اليونت الثالث ان شاء الله يا ربي كان درس خفيف ولطيف وممتع بالنسبة لكم لا تنسون تتابعوني وتدخلون داخل قناة التليجرام وتمتحنون على مدة تحصلون على اكثر فائدة ممكنة حس ان نختم الفيديو بالجملة مالتي اللي هي this is it i remember study hard درس بجد and i wish you all the best اتمنى لكم كل التوفيق peace out مع السلامة